من الأشياء المهمة جداً للتعرف على مرض داء كورونا أنه نحن نعرف الأعراض الموجودة كثير أحياناً بعض الأشخاص تذكر أنه أنا لازم أتعرف على المرض أتعرف على الأعراض السريرية بالنسبة لأنه نحن أعراض مرض كورونا يشبه كثير أعراض الإنفلونزا يشبه أعراض الرشح والقريب اللي ممكن يصيب كثير من الأشخاص لذلك يجب أن ننتبه على أفضل ثلاث أعراض ممكن يلاحظ المريض أو تلاحظه حتى الأسرة أو ضمن المجتمع اللي نحن لازم نأكد عليها عند كل المرضى أول شغلة لدينا نحن ثلاث أعراض رئيسية لازم دائماً نحفظها اللي هي الحمى ارتفاع درجة الحرارة بتكون درجة الحرارة تقريباً موجودة عند المريض 38 فوق درجة 38 أو أحياناً توصل إلى 38.5 بالنسبة لجميع المرضى فيه عندنا تقريباً نسب ارتفاع الحرارة والحمى تصل إلى 99% هذا العرض الأول اللي لازم نحن ننتبه إله الأمر الثاني يحدث عننا سعال جاف لا يوجد خروج بلغم لا يوجد لدينا خروج أي مواد أثناء السعال لذلك يكونوا عبارة عن سعال جاف مستمر عند المريض بيكون شديد هذا السعال يظهر تقريباً عن 70% من المرضى يعني كل 10 مرضى مصابين بالكورونا بيكون فيها 7 مرضى موجود عندهم السعال الأمر الثالث هو الإعياء والتعب العام يعني المريض من أول ما يفيه الصبح تحس أنه المريض غير قادر على المشي غير قادر على حتى تأديت أبسط الأمور الموجودة عنها لذلك الأعراض الثلاثة التي يجب أن تكون وبال أي إنسان حتى يفكر موضوع الكورونا خاصة بهاي الأيام كثير عم سير في عنا أسئلة عن موضوع الكورونا وهل أنا مصاب بالكورونا ثلاث أمور أولاً الحمى توجد عن 99% من البشر المصابين بداء كورونا السعال الجاف بالإضافة للإعياء والتعب العام هل يوجد أعراض تانية ممكن تكون موجودة عند المريض؟ طبعاً هناك أعراض تانية موجودة عند المريض مثل مثلاً ألم الحق ممكن أحياناً سيلان الأنف ممكن أحياناً يكون الصداع الموجود عند المريض هذه كلية من الأعراض الممكن تظهر عند مريض الكورونا هذه الأعراض تظهر بنسب متفاوطة عند المريض بعض المرضى بكورونا أثناء المتابعة كان في عندهم نوع من أنواع الأعراض الهضمية مثل الغثيان والإقياء إحساس المريض أنه يريد أن يستفرغ أو يتقيأ أو ترجيع الأمر الثاني هو الإقياء الأمر الثالث هو الإسهال لذلك أعراض الكورونا قد تكون مختلفة ممكن تكون تأتي حتى بألم بطني أحياناً تأتي بألم صدري لكن الأعراض الثلاثية المشهورة عند مرض كورونا اللي هي الحمى والسعال الجاف بالإضافة للإعياء والتعب صار في دراسة على أحد السفن البحرية اللي كان فيها عدد من الناس تم إصابتهم بكورونا كان عندنا آلاف من الناس موجودة على السفينة البحرية اللي كانت بأحد البحار أصيب فيها بعض الناس تم تشخيص طبعاً تم إجراء مسح كامل لكل الأشخاص اللي كانوا موجودين على السفينة فتم إيجابية 600 تم اكتشاف إيجابية المرض يعني تشخيص المرض عند 600 شخص 600 شخص من الأشخاص الموجودين بالسفينة كان في عندهم تشخيص إيجابي هدول 600 شخص كان 300 من هدول الأشخاص يعني نصف عدد المرضى ما عندهم أي أعراض لذلك لازم ننتبه أن الكورونا ممكن تبدأ خلال أربعة أيام لخمسة أيام من دون ما يكون في عندنا أعراض فترة الحضانة مسمية طبياً للكورونا هي من يوم إلى 14 يوم وسطياً عبارة عن خمسة أيام ممكن المريض أحياناً يصاب بداء كورونا يحتك مع أحد الأشخاص المصاب بداء كورونا من دون ما يشعر أنه مصاب بداء الكورونا خلال أربعة أيام لخمسة أيام الدراسات اللي صارت عندنا نحنا أكثر الناس متأثرين هناكبار السن بالنسبة لبعض الأطفال صار عندهم داء كورونا هي عبارة عن درجة حرارة مرتفعة للأربعين درجة لمدة 24 ساعة وراح بعدين المرض وانقطع المرض وصار في عندنا الأعراض ذهبت بشكل كامل وشخص هدول الأطفال أنه هن عندهم كورونا بعض الصحاء لأعمار 20 أو 25 أو حتى 30 عام ممكن يصير في عندهم أعراض شبيهة بالقريب ويمر الكورونا من دون ما يأثر لكن هذا المريض هو حامل للمرض وناقل للمرض لذلك هذا المريض نحن ضروري نعرف أن هذه الأعراض إن كانت موجودة عند هذا المريض هو ممكن ينقل للأشخاص اللي أعمارهم فوق الخمسين أو فوق الستين ويكون نحن عندنا الأعراض الشديدة بالنسبة لمرض الكورونا في عندنا أعراض مختلفة نحن يصنف إلى أربع درجات الدرجة الأولى هي الأعراض الخفيفة اللي هي مثل أي أعراض غريب أو أعراض انفلونزا عند الإنسان تأتي بشكل كتير بسيط وتذهب عندنا نسب التي يجب أن يعرفها الناس 85% من الناس التي تصاب بالكورونا يأتي الكورونا ويذهب دون أن يؤثر على الناس 10% تقريبا من الناس تحتاج إلى قبول في المشفى 5% من الناس تحتاج إلى قبول في العناية المشددة فالدرجة الأولى الموجودة عنها هي الدرجة البسيطة اللي أعراضها بتكون كتير خفيفة الدرجة الثانية هي أعراض بتكون متوسطة تبدأ بسعال تبدأ بضيق نفس تبدأ بحرارة عالية يبدأ المريض بيحس بالإعياء هذا المريض يحتاج إلى مراجعة في المشفى ويتم قبوله ضمن المشفى مع بعض الإجراءات البسيطة مثل الدعم التنفسي مثل إعطاء الأكسجين مثل مراقبة الأكسجة عند المريض بشكل مستمر الأمر الثالث هي الحالات الشديدة التي قد تستدعي وضع المريض بالعناية المشددة مع مراقبة لصيقة وأحياناً وضع على جهاز المنفسة التهوية الآلية المساعدة أحياناً المرحلة الرابعة هي المرحلة الحرجة الشديدة اللي ممكن يصير عنا نحن نوع من أنواع إصابات الأعضاء الهدفية ونوع نسميه نحن مثل القصور الكلوية القصور الكبد القصور التنفسي الشديد وهدول المرضى هنين أخطر أنواع المرضى وهدول المرضى في دراسة 50% من الناس اللي وصلت إلى المراحل الحرجة تم فيه الوفاة لذلك نحن أربع درجات الدرجات الخفيفة معالجتها بتكون بسيطة جداً ضمن الحجر المنزل ضمن المنزل الحالات المتوسطة بذهابة إلى المشفى ويكون علاجة بسيط جداً وأغلب هدول المرضى بصير فيهم شفاء وبيخرجوا إلى المنزل الحالات الشديدة بيكون متابعتها مع الأطباء الاختصاصيين ضمن مراكز العناية المشددة بالإضافة للحالات الحريجة اللي بيكون فيها طبعاً تنبيب للمريض ويكون مساعدة عن طريق جهاز التنفس الآلي نرجع من نركز نحن في عندنا سعال جاف في عندنا حمى وفي عندنا الإعياء العام هدول ثلاث أعراض أساسية للمريض اللي بيشك أنه في عندهم كورونا إضافة للأعراض الأخرى اللي ممكن تكون مثلاً ألم بالحلق أو سيلان بالأنف هاي الأمور كتير ضرورية نحن نعرفها لنحدد أي درجة من الدرجات موجودة عند المريض ويتم متابعة المريض على هذا الأساس ترجمة نانسي قنقر